أنا من أنصار الفكرة دي وقلتها من بدري من أول ما بدأ يحصل كلام على قصة رأس الحكمة قبل التوقيع اللي شاهدناه في العاصمة الإدارية الجديدة أنا من أنصار القصة دي من بدري يا جماعة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان شروط عدم الإفساحة اللي بتتحط في العقود وفي الاتفاقات مفيش كلام هني ما بنتكلمش تتم الصفقة وتطمضي أهلا وسهلا يا جماعة احنا ماضينا ودي التفاصيل المتاحة تاني التفاصيل الإيه؟ المتاحة كافة التفاصيل بالمناسبة لا تعنينا كمواطنين يعني إيه يا يوسقى لا تعنينا كمواطنين احنا اللي يعنينا إيه؟ مش إن الدنيا تبقى حلوة الدنيا تبقى ماشية الجنيه يبقى لحلوح تعرفين إيه لحلوح؟ يعني يلحلح أي حاجة في السكة ده اللي يعنينا بس كده طيب هل بدأت أسعار تنخفض؟ آه بدأت أسعار تنخفض هذا ما نضرب لكم المثل بقطاع كده إيه؟ أنا بظن من القطاعات المفترية اللي موجودة عندنا قطاع تجار السيارات الأسعار بتاعتهم بتتحرك هبوطا هل المفروض تتحرك بشكل أكثر هبوطا؟ آه المفروض تتحرك بشكل أكثر هبوطا هل هم قاعدين بيقاوموا؟ آه قاعدين بيقاوم بالمناسبة أنت هتلاقي دلوقتي في المعارض وعلى المواقع بتاعت البيع يعني من غير ما هسميها عشان ما تبقاش إعلانات لا ده أنت في عندك عربيات بقيت في عندك 22 زيرو وده يرويلك اللي بيحصل الناس كانت بعض المعارض بعض الأفراد بيشتري العربية يحوش فيها فلوسه عشان يبايعها على أعلى سعر والمعارض كانت بتشتغل كده وبعض الأفراد كانت بيشتغلوا كده 22 زيرو موجود 23 زيرو موجود حاجة تهلك من الضحك الحقيقة تهلك من الضحك وبقوا بينزلوا في السعر بتاعها طيب نزل تاني عشان العربية تتلحلح وتتبع هل هتقف عليه بخسارة؟ عمرها ما هتقف عليه بخسارة ده جايبها بسعر بخس في ناس كانت جايبة والدولار على 15.60 و16 و17 فلوسه كانت جايبة على الدولار على 20 و24 وأدخن واحد يوم كان جايب وسعر الدولار حوالي 41 جنيه فمهما نزلت انت منتاش خسرات فاخلص وسيل فلوسك واشتغل طيب وفقا بقى لخطة الحكومة ايه اللي متوقع الحكومة؟ عاملة خطة للتصنيع توفية الاحتياج المحلي والتصدير متوقع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان الصادرات المصرية تتخطى حاجز مية خمسة واربعين مليار دولار بحلول سنة عشرين تلاتين يبقى الخطة اللي رسمها الحكومة ان انا مع بداية عشرين تلاتين ابقى عدت المية خمسة واربعين مليار دولار انا امنيتي ايه؟ انه يبقى المكون غير المصري اللي فيها اقل ما يمكن يا سلام لو مية خمسة واربعين دولار مية خمسة واربعين مليار دولار كلهم مصري مية في المية يا سلام مية خمسة واربعين مليار دولار